المترجم للقناة دور الشباب أن الجريمة المقتول شاب والقاتل شاب من أمن العقوبة فسأل الأدب هذا إنقال حق المشرع وما رح نقدر نتعامل مع المشكلة بشكل صحيح إلا منتعامل مع الجذور الإنفلات الأمني وثقافة العنف محورا لقاء الراي والآراء تتباين حول مسألتي تطبيق القوانين وقصور التشريعات إعلان وفأتي نورمان شورزكوف قائد عملية عاصفة الصحراء والقيادة الكويتية تعزي برحيل الجنرال الأمريكي طوال الميكانيات الموجودة حاليا ما في قدرة لتوفير الخدمات وتوفير الوظائف مستقبل الكويت في خطر عنوان دراسة تضع النقاط على حروف رؤية إصلاحية مستقبلية اقتصادية تنموية لا بد أن نسوي اعتصامات رح نسوي ندوات رح نجتمع باللجنة لجنة الإسكان طوابير انتظار السكن تشكل هاجسا هاجس قلق لدى الشباب وانتقادات متشعبة تطال آلية التعاطي مع القضية الإسكانية نشرة الأخبار من الراي أهلا بكم القضايا الأمنية وثقافة العنف المتفشية في الكويت طرحت بقوة على طاولة لقاء الراي بحضور متخصصين في المجالات الأمنية والتشريعية والاجتماعية حيث تم تسلط الضوء على بعض أسباب الحوادث والجرائم المتتالية بما فيها جريمة مقتل طبيب لبناني في أحد المجمعات التجارية مؤخرا فيما تباينت ردود فعل المشاركين حيال مسألتي عدم تطبيق القوانين والقصور التشريعي في بعضها العب الأمني يجب أن يكون لا يلقى هو مناط فيه وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية ولكن نحن هناك أيضا دور الشباب اللجريمة المقتول شاب من الرئيس من قطготов الشاب القتل من مجرم من فئة البدون في كثير من مؤسسات الدولة يعني دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات النفع العام والمؤسسات الأهلية أيضا هذا دور غائب دور وزارة الإعلام والمناط فيها أيضا دور غائب عندنا دور وزارة الأوقاف للشؤون الاجتماعية والعمل دور غائب دور وزارة التربية دور غائب من أمن العقوبة أساء الأدب هذا الكلام ما ينقال لنا من أمن العقوبة أساء الأدب هذا ينقال حق المشرع لأن لا توجد عقوبة إلا بنص و لا يوجد نص هذا مبدأ قانوني لا توجد عقوبة إلا بنص و لا يوجد نص إلا بقانون و من يصدر القوانين المشرع و ليس وزارة الداخل التقصير منكم عبدالله أتكلم تقصير من المشرع المشرعين كان من وزارة التشريع اليوم نحن القوانين نحن في نظرنا كوزارة و اكتبنا مرار و تكرار أن القوانين ركيكة أن القوانين ضعيفة طالبنا في تغليظ القوانين في كثير من الجوالب هناك قناعة في أذهان الناس بأن القانون لا يطبق وإن طبق يطبق بانتقائية معالجة أوضاع الفئات المهمشة في المجتمع الكويتي نتكلم بواقعية وبصراحة وبأمانة الفئات التي يتم الإشارة إليها والتلميح فيها أن البدون فئات خريجية معينة أيضا مختلطة بمناطق البدون ومهمشة وهالكلام هذا كله أنت لما تصنع ظروف معينة تقول حق الإنسان روح ووفر لقمة عيشك بطرق غير شريفة بطرق غير سليمة بطرق غير قانونية بعدين تتلومها أنا أعتقد هذا موقف غير أخلاقي وما رح نقدر نتعامل مع المشكلة بشكل صحيح أن لم نتعامل مع الجذور في المواقف البرلمانية طالب النائب نبيل الفضل بكشف أسماء من أسماهم متنفذي العمالة الوهمية المتورطين في تزوير مئات المعاملات وأضاف الفضل بالقول إذا لم يكشف اللواء عبدالله الراشد ووزيره عن أسماء المتنفذين الذين يحاولون التوسط لطمس القضية الموجهة لمزوري معاملات جلب مئات العمالة الوهمية من سوريا ومصر فسيأتيهم سؤال برلماني خلال 48 ساعة في سياق مختلف أعلنت واشنطن عن وفاة الجنرال الأمريكي نورمان شوارزكوف الذي قاد القوات المتحالفة لإخراج قوات النظام العراقي السابق من الكويت في عملية عاصفة الصحراء عاماً واحد وتسعين وذلك عن عمر ينهز ثمانية وسبعين عاماً جميل القاسم يقرأ المزيد نورمان شوارزكوف جنرال أمريكي وقائد عسكري لمع اسمه عام واحد وتسعين وتجلت نجاحاته في قيادة القوات الأمريكية وقوات التحالف لإخراج القوات العراقية التي اعتدت على الكويت بقيادة صدام حسين توفي الجنرال عن عمر يناهز ثمانية وسبعين عاماً بمنزله في تامبا بفلوريدا غير أن نجاحاته العسكرية ستبقى مخلدة في الذاكرة والتاريخ نجاحات تحدث عنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي وصف الرجل بالأمريكي الأصيل مؤكداً أن تركته ستبقى في دولة أكثر أمناً بسبب خدمته الوطنية شوارزكوف يعد من المحاربين القدماء أشرف بعد غزو العراق للكويت على بناء 700 ألف قوة من قوات التحالف وقاد الهجوم الجوي الذي استمر لمدة ستة أسابيع على القوات العراقية كما قاد الحملة البرية التي دفعت القوات العراقية إلى الخروج من الكويت فهو بشهادة المسؤولين الأمريكيين بات خبيراً استراتيجياً بارزاً وزعيماً ملهماً للقادة العسكريين والجدير بالذكر أن شوارزكوف ولد في الثاني والعشرين من أغسطس عام أربعة وثلاثين بنيوجيرسي وكان والده قائداً لشرطة الولاية وتخرج من الأكاديمية العسكرية الأمريكية في نيويورك عام ستة وخمسين كما حصل على درجة الماجستير في هندسة الصواريخ الموجهة من جامعة جنوب كاليفورنيا وقام بتدريس الهندسة فيما بعد وفي الكويت بعث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيتين تعزية إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الأسبق جورج بوش الأب عبر فيهما عن خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة الجنرال المتقاعد نورمالش وازكوف مستذكرا الدورة المحوري للجنرال في قيادة عمليات عاصفة الصحراء عام واحد وتسعين لتحرير دولة الكويت ومواقفه المشرفة اتجاهها والتي ستظل ماثلة في ذاكرة الشعب الكويتي راجيا له الرحمة كما بعث أمير البلاد ببرقية تعزية مماثلة لأسرة شورج كوف فيما بعث كل من ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ببرقيات تعزية مماثلة وعبر رئيس مجلس الأمة علي الراشد عن خالص تعازيه مؤكدا أن الراحل قاد عاصفة الصحراء باقتدار وكفاءة فيما تسير البلاد على خطى تنموية مرتقبة برزت دراسة حملت عنوان مستقبل الكويت في خطر متطرقة إلى أبرز التحديات الحالية والمستقبلية في الملفات كافة تفاصيل الدراسة من مخاطر وحلول في تقرير سمر شديق مستقبل الكويت في خطر عنوان دراسة لواقع البلاد بحلول عام 2035 حيث تبرز الكثير من التحديات ولعل من أبرزها تحديات التركيبة السكانية متوقعين على السكان الكويت سيضاعف سنة 2035 إلى الضعف يوصل 5 ملايين و400 ألف طبعا بضوء الإمكانيات الموجودة حاليا لا يوجد قدرة لتوفير الخدمات وتوفير الوظائف وانطلاقا من هذه الصورة المستقبلية يبرز في الواجهة التحدي الاقتصادية لا سيما لجهة تشجيع القطاع الخاص في المساهمة بالمشاريع التنموية في ظل واقع يؤكد أن 80% من المواطنين يعملون في القطاع العام نحن عندما نتكلم عن مشاريع التنمية للأسف قاعد نتكلم عن مشاريع شكلية ما قاعد نتكلم عن مشاريع تخلق فرص عمل للشباب والمواطنين موفوض كل مشاريع التنمية تركز على خلق فرص عمل القطاع الخاص لا دور كبير في التنمية القطاع الخاص في جميع الدول العالم هو القطاع اللي حالك لاقتصاد البلد ليس القطاع الحكومي نحن عندنا بالكويت هو العكس لكن الحكومة الآن عندها قدرة مالية لكن بالمستقبل القدرات المالية ستتناقص وفيما تشكل عائدات النفط نسبة تصل إلى 90% من إجمالين ناتج محلية في ظل وجود احتياطات ستتناقص مع مرور الزمن يبرز تحدي توفير الطاقة مع أهمية التوجه إلى إنشاء مؤسسة مختصة بالطاقة البديلة سيما الطاقة الشمسية كخطوة أساسية في مشاريع الخطة التنموية سنحتاج إلى بناء محطات جديدة سنحتاج إلى استهلاك أكثر للوقود تحدي الطاقة هذا يستلزم أن يكون هناك تصور الحكومة في إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتأسيل شركات متخصصة في الكهرباء والماء للإنتاج والنقل والتوزيع أسوة بالدول الأخرى التنظيم هذا تنظيم اقتصادي وصناعي فاعتمالنا على الطاقة البديلة شيء حتمي ولابد أن نأخذ إجراءات من الآن في تطبيق الطاقة البديلة بس على مستوى كبير سواء على مستوى الناس في بيوتهم إلى آخر في عملية التسخين في عملية وأيضا في توليد الكهرباء وأيضا بناء محطات كبيرة سيحتاج إلى وجود جهة مختصة للقيام بالدور هذا ولضمان مستقبل زاهر تؤكد الدراسة أهمية اعتماد خطة لإصلاح القطاع التعليمي والإسكاني والصحي إضافة إلى إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وأصلاح قطاعات العمل المرتبطة بالتنمية غياب أي رؤية مستقبلية واضحة المعالم للكويت يعتبر خطرا بحد ذاته الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية من قبل فريق متخصص تشمل تطوير الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط لإنقاذ البلاد من مستقبل فيه الكثير من التحديات والمخاطر سمار شديق نمور الرأي ما زالت القضية الإسكانية تشغل بال الكثير من المواطنين وتشكل هاجس قلق لدى العديد نظرا لطول طابور الانتظار للحصول على السكن الملائب وبالرغم من صدور قانون جديد يتيح توفير آلاف القسائم في المستقبل إلا أن انتقادات وجهت له من قبل ناشطين انتقدوا أيضا عدم جعل اللجنة الإسكانية البرلمانية لجنة دائمة التفاصيل في تقرير محمد الحياري لم تنعش تصريحات مسؤول قطاع الرعاية السكنية آمال المواطنين كثيرا حيث لم تزل أسباب التأخر بالحصول على القسائم قائمة فبالرغم من إيجابيات القانون الجديد والذي مكن المؤسسة العامة للرعاية السكنية من اتخاذ خطوات واسعة لحل القضية مستقبلا إلا أنه لم يخل من مثالب وذلك بحسب الناشطين في مجال الإسكان إجمال القانون جيد لكن هناك بعض الملاحظات الملاحظة الأولى ما توجد فترة زمنية لحل هذه المشكلة بخلاف قانون 2010 حدد القانون بثلاث سنوات لإنشاء والانتهاء من المدن السكنية الخيران والمطلع بخلاف هذا القانون ترك الوقت مطلق للحكومة الملاحظة الثانية عاد موجود تحديد لسعر الوحدة السكنية يعني ترك هذا الأمر للحكومة بل على العكس وضيف لمستحق الرعاية السكنية عليه مبالغ ما كانت موجودة في السابق البنية التحتية في السابق أو في القانون القديم أو في المشاريع الإسكانية القديمة كانت الحكومة هي التي تتبنى البنية التحتية من طرق إنارة هواتف إلى آخر قانون 2010 حمل القطاع الخاص الإسهام في إنشاء البنية التحتية على أرض الواقع حراك قريب تشهده الساحة في المستقبل للضغط على أصحاب القرار من أجل الإسراع في تنفيذ التوجيهات السامية لحل المشكلة الإسكانية وانتقاد لعدم استمرارية اللجنة الإسكانية البرلمانية ومنحها صفة الديمومة بالرغم من حجم المشكلة الكبير اهتمامهم باللجنة الإسكانية المؤقتة مع أن المشكلة راح تراكم ومفروض أنها ما تكون مؤقتة أنا أتمنى أنها تكون دائمة لأن المشكلة الإسكانية ما هي مشكلة ما هي مشكلة بوقت محدد وتنتهي لا مستمر على طول والله لابد أن نسوي اعتصامات راح نسوي ندوات راح نجتمع باللجنة لجنة الإسكان راح نحاول نقابل صاحب السمو راح نحاول نقابل رئيس مجلسة راح نطرح كل الحلول اللي نشوفها أنه ممكن نتأدي إلى حل لكن متفاعلين بخطاب الأمير لما نقال أن الإسكان ضرورة ملحة وبحسب الناشطين في مجال الرعاية السكنية فإنه يتوجب على الحكومة إذا ما أرادت حل المشكلة الإسكانية توفير 12 ألف وحدة سكنية سنويا محمد الحياري الراي واحد وخمسون من الإعلاميين العرب الذين أمضوا عشرين عاما في العمل شملهم التكريم في حفل الملتقى الإعلامي الذي انطلق برعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الصباح ويعتبر هذا التكريم تقديرا للإعلاميين العرب الذين كان لهم دور في خدمة الإعلام الكويتي والعمل على طرح ونقل الأخبار والقضايا بموضوعية وحيادية ترجمة نانسي قنقر والزملاء في مهنة الإعلام ببادرة كريمة من الأخ ماضي الخميس الملتقى العربي على تكريم من قدم ويقدم لخدمة الإعلام وخدمة القلم المسؤول لنم الفكر وتعامل مع خضايا العربية بموضوعية ومهنية وصل من خلال أفكار وآراء ودافع عن حقوق الأمم العربية يعني كل الشكر لجهود من قام لتنظيم هذا الحفل التكريم وأيضا الشكر موصول والتهنئة لكل من سيكرم فباسم الإعلام الكويتي أكرر شكر وتقديري أمل إن شاء الله لكم دوام التوفيق والازدهار وأنا أحفظ إن شاء الله الأمم العربية والدول العربية جميعا يعني في أمن واستقرار وازدهار وتقدم بحضور حاشد من عشاق جريدة الراي ومتابعيها ومشتركيها جرت وقائع ومجريات عملية السحب الثاني على خمسين سيارة متنوعة ومبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف دولار كاش لرابح واحد وتحرص الراي على إدخال البهجة والسرور إلى قلوب المشتركين عبر سحوباتها الدورية ومن خلال مئات الجوائز القيمة التي توزعها على جمهور المشتركين وتجري هذه السحوبات في أجواء مميزة تتيح للعملاء متابعة عملية السحب والقرعة على الجوائز والهدايا نشرة الراي متواصلة وفيها بعد الفاصل انطلاق النسخة الرابعة لمعرض أمان الكويت تحت شعارات تشجيع المبادرات الشبابية أهلا بكم من جديد النسخة الرابعة من معرض أمان الكويت انطلقت في موفمبك البدع بمشاركة عشرات المشاريع الشبابية المتميزة ويعمل المعرض على إظهار المهارات الشبابية وتشجيع المبادرين على مواصلة العطاء كما يتضمن العديد من المشاريع المتنوعة كالفن والتصميم والتصوير والديكور والرسم والإكسسوارات والعطور والملابس والحلويات هذا المعرض الرابع لنا في موفمبك البدع المعرض يحوي مشاريع شبابية ومشروعات صغيرة حبينا نعرضها للشباب أو للناس الجمهور الكريم لأن المشاريع اللي صغيرة الحين صارت جزء من الاقتصاد الكويتي فحبينا نعرض هالمشاريع حق الناس عشان يشوفون مشاريع الشباب وشولوا عندهم من طموح وحابنا نساعدهم في إظهار من هالمشاريع المعرض يستمر أربعة أيام نتمنى الكل يزورنا إن شاء الله هاي ثاني مشاركة لي في معرض أمان الكويت في فندق موفمبك البدع طبعا مشاركتي هنا في المعرض هي الفن التشكيلي وإحنا متميزين حاليا في الأغنعة ونرسم الكوميكس والكارتون والبورتري والأنيمي طبعا أشكر إدارة المعرض على تحت طاولة حق المرسم حق الأطفال وماشاء الله المعرض وايد حلو وأنصحكم لكم تزورونا نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل بعد حفل الافتتاح المميز بدء فعاليات المهرجان العربية الرابع للرياضة للجميع أهلا بكم إلى النشرة الرياضية بعد حفل الافتتاح المميز والذي أشاد به جميع الحضور انطلقت أولى مسابقات المهرجان العربية الرابع للرياضة للجميع بإقامة مسابقات كرة السلة والطاولة على صالة نادي اليرموك الرياضي إلى جانب السباقات أخرى تقام على مدار أيام المهرجان الذي استمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري حفل افتتاح المهرجان في تقرير لأحمد العنزي كعادتهم الشباب الكويتي في استضافة البطولات والمهرجانات فلا بد أن يكون حفل الافتتاح مميزا وغير عادي إلا أن حفل افتتاح المهرجان العربية الرابع للرياضة للجميع جاء أكثر من رأى ومعبرا للتجمع العربي الكبير شرفني سيدي سمو للعهد بالحضور نيابة عن سمو الافتتاح المهرجان العربي الرابع للرياضة للجميع وفي حضور 17 دولة عربية في بلدهم الثاني الكويت للمشاركة الفنية الرياضية في عرس عربي في الرياضة تجلب بمشاركة العديد من الشباب والشابات من دول عربية أستطيع أن أسجل شكري وتقديري لجهود اللجنة المنظمة على ما أدو من أداء رائع ولوحات متميزة في حفل الافتتاح عبر عن الترابط العربي العربي ووحدة المصير المهرجان العربي للرياضة للجميع والذي رعاه وليل عهد الشيخ النواف الأحمد ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري شمل على لدة فقرات متنوعة ومعبرة من خلال أوبريت بأنوان غيثارة العرب حاكت الحضارات العربية القديمة وهي حضارة المغرب العربي وحضارة بلاد الرافدين وحضارة الشام وحضارة مصر وحضارة مملكة سبا وحضارة الجزيرة العربية إضافة لحضارة دولة الكويت العمل أكثر من رائع حقيقة سعدنا فيه ولوحات المعبرة العميقة في كل معانيها حقيقة في تجسيد اللحمة العربية وفي إبراز المظاهر الثقافية والحضارية وكانت في جرعاتها المدروسة إلى جانب كل الجوانب الفنية حقيقة التي كانت في العمل شيء مشرف وشيء يفتخر فيه حقيقة وهي مناسبة في النهاية عربية وجامعة فيها الظروف هذه محتاجين إلى مثل هذه الأعمال الطيبة اللوحات الفنية التي لفتت انتباه الحضور الكثيف عبرت عن الترابط الكبير ووحدة المصير والصف التي تجمع ابناء الأمة العربية أعادت إلى لذهان التراث العربي المجيد واستمر الحفل لأكثر من ساعة ونصف الساعة كل ما نتمنى إن شاء الله تبدأ فعاليات هذا المهرجان وتخرج نتاج طيبة إن شاء الله تعود للمجتمع بشكل زي لأن اليوم الرياضة الجميع هي جزء من ثقافة المجتمع وأصبحت الرياضة الجميع هي أساسية حقيقة في حياة الناس نتمنى أن تخرج نتاج من خلال الورش الفنية والفعالات الرياضية إن شاء الله بشكل ما كنا نتمنى ونصب إليه إن شاء الله أنا سعيد اليوم أن قدرنا بالهيئة العامة الشواب الرياضة أن نزرع الفرحة والبسمة على أهل الكويت واليوم اللي المسناه من الوفود المشاركة والإشادة في الحقيقة حقب الافتتاح هذا شيء يثل السدر التعب اللي قمنا فيه والأموال اللي صرفناها كلها توم في سبيل البلد الحقيقة أنا أشكركم على أنكم تفاعلتم معانا أيضا في هذا الحفل أنا من خلالكم أشكر الجهود المجهولين الطلبة والطالبات والساف اللي اشتغل إحنا بالنسبة كقيادات ترى كان دورنا إشرافي لأكثر والأغل إنما هذا العمل الجبار اللي شفتوه عمل اللي قاموا فيه هؤلاء الميداني الأخ عبد الله عبد الرسول كان لدور كبير كمخرج النعم الأخ داود داود مدير الإدارة كان لدور كبير في التنظيم الأخوة والأخوات الطلبة المدرسات الفاضلات الحقيقة اللي كان لهم دور أيضا في تدريب الطلبة كل هذه الجهود يعني جميعا تكللت فيه هذا النجاح بإذن الله يذكر المهرجان العربي الرابع يشارك فيه أكثر من 200 رياضية يمثلون 14 دولة عربية يتنفسون في ألعاب عدة سواء كانت جماعية أو فردية أو حتى في ألعاب أخرى أحمد العنزي الراي أكد مدير كرة القدم بنادي الكويت الرياضي عاد العقلة أن المحترفين التونسيين عصام جمعة وشاد الهمامي سيغادران الكويت غدا للانضمام لمعسكر الإعداد لمنتخب تونس بالإمارات استعدادا لكأس أفريقيا وقال عقلة أنه من باب التعاون بين نادي الكويت والاتحاد التونسي لكرة القدم سيغادر اللاعبان بعد مباراة الساحل مساء غد في ختام الجولة السابعة بكأس الاتحاد المحلي وكانت بعثة منتخب تونس قد وصلت إلى الإمارات للدخول في المعسكر التدريبي استعدادا لأمم أفريقيا التي تحتضنها جنوب أفريقيا من جهة أخرى يجري الاتحاد الكويتي لكرة القدم محاولات جادة مع الاتحاد التونسي لإقامة لقاء تجريبي بين الملتخبين خلال تواجدهم وقبل ختم النشرة لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر شراءات الراي ميديا جروب أيضا تستطيعهم وشدد جميع نشرات وبرامج سيليفزيون الراي عبر قناتنا على اليوتيوب الراي يوتيوب إجازة سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة